بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله معكم السيد عبد الرحمن صابر معلم الرياضيات بمدارس معالم التربية الأهلي درس اليوم يا شباب هو قياس المساحة في بداية الدرس لابد لنا من التعرف على فكرة الدرس فكرة الدرس اليوم أقدر مساحة المستطيل والمربع وأجيدها ننتقل إلى فكرة استعيد يساعد نايف والده في زراعة حديقة منزلهم التي يبلغ طولها عشرة أمطار وعرضها خمسة أمطار ما مساحة الحديقة والإيجاد مساحة الحديقة لابد لنا أن نتعرف ما هي المساحة أولا المساحة هي عدد الوحدات المربعة اللازمة لتغطية منطقة أو شكل دون أي تداخل وتقاس المساحة بالوحدات المربعة طيب لتوضيح أكثر لمعنى المساحة سنقارنها بالمحيط وهو الدرس السابق محيط الشكل يا شباب هو إيجاد طول الإطار الخارجي للشكل الإطار الخارجي للشكل أما المساحة فإيجاد الجزء الداخلي داخل الشكل داخل الشكل من الداخل تمام يا شباب يبقى نعيد ثاني يبقى المساحة هي عدد الوحدات المربعة اللازمة لتغطية منطقة أو شكل دون أي تداخل وتقاس المساحة بالوحدات المربعة يعني إيه وحدات مربعة وإزاي نقيس المساحة نبتدي نطبق الكلام اللي احنا قلناه وإيجاد المساحة على مسألة استعد في طريقتين لإيجاد المساحة أول طريقة وهي طريقة العد الطريقة الأولى وهي طريقة العد طريقة العد احنا مثلا عندنا في مسألتنا طول الحديقة عشرة أمطار وعرضها خمسة أمطار طيب عشرة أمطار يبقى تقسم شكل الحديقة ويقسم المستطيل الذي يمثل شكل الحديقة إلى عشرة أجزاء بشكل رأسي إلى عشرة أجزاء متساوية بشكل رأسي ويقسم أفقيا إلى خمسة أجزاء متساوية خلاص فيكون في الحالة هذه المساحة هي عدد المربعات أمامنا نبتدي نعد لو عدينا المربعات يا شباب مربع مربع هتوصل في الآخر أن المساحة تكون خمسين مربع أمامك إذن المساحة هي خمسين مترا مربع خمسين مترا مربع يبقى هذه الطريقة الأولى لإيجاد المساحة وهي طريقة العد يبقى طريقة العد تتم بتقسيم الشكل حسب طوله وعرضه إلى مربعات متساوية بهذا الشكل وإيجاد المساحة يعتمد على عدد المربعات يبقى المساحة هي عدد المربعات بالشكل وفي المثال أمامنا كان عدد المربعات خمسين يبقى المساحة خمسين مترا مربع ننتقل إلى الطريقة الثانية وهي طريقة الضرب طريقة الضرب قد تكون أسهل وهي الطريقة العملية أكثر والمستمرة معاك في المراحل الدراسية القادمة هنا بيجيب المساحة مباشرة عن طريق ضرب الطول في العرض يبقى 10 أمطار ضرب خمسة أمطار يعني 10 ضرب خمسة يساوي خمسين مترا مربع يبقى طريقة الضرب يا شباب أسهل وطريقة عملية أكثر بتعتمد على ضرب الطول ضرب العرض يبقى 10 ضرب خمسة يساوي خمسين مترا مربع ننتقل إلى المفاهيم الأساسية في درسنا اليوم ومن المهم جدا تحددها والتركيز عليها شباب أول من المفاهيم الأساسية عندنا النهاردة هي مساحة المستطيل مساحة المستطيل بالكلمات لإيجاد مساحة المستطيل إضرب طوله ورمزه طه في عرضه رمزه عين بالرموزة شباب مساحة المستطيل اللي هي ميم تساوي طه في عين ميم تعني كلمة مساحة المستطيل وطه هي اختصار كلمة طول والعين اختصار كلمة عرض يبقى مهم جدا يا شباب حفظ هذا القانون أن ميم يساوي طه في عين هذا بالنسبة للمستطيل يعني مساحة المستطيل تساوي طول ضرب العرض ننتقل إلى المفهوم الآخر وهو مساحة المربع لإيجاد مساحة المربع اضرب طول ضلعي لام في نفسه وبالرموز ميم يساوي لام في لام في البداية شباب لابد لنا أن نؤكد على معلومة سبق دراستها وهي أن المربع جميع أضلاعه متساوية في الطول فإذا لو رمزنا لأحد الأضلاع باللام يبقى جميع الأضلاع لها نفس الرمز وهو لام لأن جميعهم متساوين في الطول يبقى إذا ميم يساوي لام في لام معناها ميم أي مساحة المربع يساوي لام طول الضلع في لام أي طول الضلع أيضا أو طول الضلع في نفسه مهم يا شباب تركيز على قانون أو مفهوم مساحة المربع ومساحة المستطيل مثال يا شباب أوجد مساحة الصورة المربعة في الشكل المجاور أولا في البداية بتقدر المساحة ثم بنحسب القيمة الدقيقة للمساحة كيف أقدر المساحة بداية؟ عندي طول الضلع التسعة يبقى مفروض هضرب تسعة ضرب تسعة يبقى تقديرا للتسعة نقدر التسعة تصير عشر يبقى أقرب العدد إلى أقرب عدد في سفر بالنسبة لهذا العدد صارت عشر ضرب عشر عشر ضرب عشر يساوي مية يبقى تقدرنا لمساحة الصورة المربعة لامامنا هو مئة سنتيمتر مربع الحين نجيب القيمة الدقيقة للمساحة وهي بكتاب القانون عدم مساحة مربع وليس مستطيل يبقى نقول طول الضلع ضرب طول الضلع أو طول الضلع ضرب نفسه يبقى بساوي تسعة ضرب تسعة هتساوي واحد وتمانين سنتيمتر مربع تدريبا يا شباب هنا أول سؤال عندنا فيه يقول لك قدر مساحة كل مربع أو مستطيل ثم أوجدها بالضبط طيب عايزين نعمل تقدير يبقى نعد المربعات أفقيا من فوق واحد اتنين تلاتة أربعة يبقى العرض أربعة ونيجي رأسيا نعد واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية يبقى عندي العرض أربعة والطول تمانية يبقى نقدر الطول من تمانية إلى عشرة نقدر الطول من 8 إلى 10 يصير تقدير المساحة عندنا هو 4 ضرب 10 4 ضرب 10 يساوي 40 يبقى التقدير 40 وحدة مربعة طيب الحين نحصل القيمة الدقيقة أو بالضبط المساحة بالضبط يبقى نعد عد المربعات كاملة يا شباب نعد مع بعض المربعات هتعد المربعات كاملة هتلاقيها هتساوي كام هتساوي 32 مربع يبقى المساحة هنا هتساوي 32 وحدة مربعة 32 وحدة مربعة وفي طريقة أخرى يا شباب اللي هي طريقة الضرب طريقة الضرب احنا قلنا العرض 4 والطول 8 هنضرب 4 ضرب 8 هي يساوي 32 4 ضرب 8 يساوي 32 ننتقل إلى مسألة رقم 2 وهي على شكل مستطيل طوله 6 متر وعرضه 1 متر هنا من الأسهل يا شباب استخدام طريقة الضرب إن طريقة العد محتاجة مني تقسيم ورسم واستخدام أدوات لا من الأسهل هنا في هذه المسألة استخدام طريقة الضرب يبقى مباشرة نقول أن مساحة المستطيل تساوي طول ضرب العرض أو ميم يساوي طاق ضرب عين يبقى 6 ضرب 1 يساوي 6 متر مربع يبقى المساحة هنا ستة متر مربع ننتقل إلى سؤال رقم 3 شباب وهو إيجاد مساحة المربع لأمامك مساحة مربع طول ضلع 3 سنتي مساحة المربع تساوي طول الضلع طرب طول الضلع أو ميم يساوي لام في لام يبقى هنضرب 3 ضرب 3 يساوي 9 يبقى هنا المساحة هتساوي 3 ضرب 3 وتساوي 9 سنتي متر مربع في نهاية الدرس اليوم يا شباب لابد من التأكيد على معلومات أساسية أساسية ومستمرة معاك في المراحل القادمة وهي مفهوم مساحة المستطيل أي أن ميم يساوي طه في عين مساحة المستطيل تساوي طول ضرب العرض ومساحة المربع ميم يساوي لام في لام أي أن ميم يساوي طول الضلع ضرب نفسه أو طول الضلع ضرب طول الضلع في نهاية الدرس أتمنى التوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته